بفقه سقيفة بني مرجعية بني نجف الحديث عن فقه العترة الطاهرة صلوات الله عليها النية تتألف من جزئين الجزء الأول وعي بالعمل الذي ترتبط به النية وعي بالعمل نفسه وهذا الوعي ينطلق من معرفة بمفردات عن تفاصيل حقيقة العمل أسراره أهدافه وغاياته هذا هو الجزء الأول من النية وعي بالعمل نفسه والجزء الثاني إخلاص لله وتقدم الكلام في الحلقة الماضية في الجزء الثاني لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام لكنني أشير إشارة مجزة كي أعود إلى الجزء الأول من جزئي النية حين أقول إخلاص لله تعالى إنه إخلاص لله من حيث يريد أن تكون العبادة من حيث يريد لا أن نتحدث عن إخلاص لله وأن العبادة لله وحده ولكن من حيث نحن نريد فهذه عبادة إبليسية وهذا هو الذي وقعت فيه سقيفة بني ساعدة ووقعت فيه أيضا سقيفة بني مرجعية بني نجف بني طوسي هذا الكلام تقدم في الحلقة الماضية سأعود إلى الجزء الأول الوعي بالعمل الذي ترتبط به النية لا تنسوا النية التي هي المحرك للعمل هذا أمر طبيعي فطري موجود عند الإنسان ولا يحتاج إلى استحضار أو إلى ألفاظ أنا أتحدث هنا عن النية الواعية فإن الإنسان حينما يخطط لسفر إلى بلد من البلدان أكان للدراسة أم كان للطبابة للعلاج وطلب العافية أم كان للاستراحة والاستجمام أم كان للعمل والتجارة أم كان للنجاة بحياته فرارا من ظالم يريد أن يقتله إلى غير ذلك فإن الإنسان إنما يخطط وينوي ويقصد السفر إلى النقطة التي يريد أن يسافر إليها لا يكون ذلك منه إلا بوعي وتخطيط وإدراك ومعرفة بطبيعة المكان الذي سيذهب إليه هذا هو الذي أقصده عن النية المشترطة في العبادة 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 من دون هذه النية لا معنى لها ستكون عبادة لا قيمة لها مشكلة سقيفة بن ساعدة أنهم حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل ذلك الدين الذي نسخ ومراجع النجف تبعوهم في هذا في مرحلة التنزيل العرب في الجاهلية كانوا يعبدون أصناما ينحتونها بأيديهم حتى لم تكن أصناما جميلة كانت أصناما مشوهة فالعرب لم يكونوا بارعين في النحت كما هو حال الرومان كما هو الحال عند الإغريق العرب لم يكنوا بارعين في النحت والآثار المنحوتة الباقية من آثار الجزيرة العربية هي خير دليل على ذلك ما كانوا يحسنون النحت فكانوا ينحتون الحجارة ويعبدونها فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله في مرحلة التنزيل أراد أن يخرجهم من ذلك الحال أعراب بدوا لا ثقافة عندهم لا حضارة عندهم لا تمدن عندهم أناس يعيشون هائمين على وجوههم في الصعار وحتى الذين يعيشون في مكة أو في المدينة ما هم بحال هو أفضل بكثير من حال أولئك الذين يسكنون البوادي قد يكون حالهم أفضل بدرجة معينة ففي مرحلة التنزيل النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يخرجهم من تلك الحالة الجاهلية من حالة عبادة هذه الأصنام المشوهة يصنعون ربا من تمر وبعد ذلك يأكلونه إذا ما جاعوا هذا هو الحال الذي كان العرب عليه فجاء الدين لإخراجهم من تلك الحالة الردية المتردية فعلموا أن يتوجه بشكل غير محدد أن يتوجه إلى الله هكذا علموا وشخصت لهم قبلة يتوجهون إليها نحن إذا رجعنا إلى الكتاب الكريم فإن تلك المرحلة سميت بالإسلام مجازا وسميت بالدين مجازا القرآن هو الذي يقول ذلك ما أنا الذي أقول هذه سورة المائدة وهذه الآية الثالثة بعد البسملة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الدين كان ناقصا فما هو بدين حقيقة ورضيت لكم الإسلام دينا يعني أن الإسلام الذي كان يقال له الإسلام ما هو بإسلام حقيقي هذا هو معنى الكلام وهذه الآية نزلت بعد بيعة الغدير اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإن الإسلام صار إسلاما وإن الدين صار دينا حين انتقلنا إلى مرحلة التأويل التي بدأت منذ بيعة الغدير أما مرحلة التنزيل فلم تكن إسلاما حقيقيا ولم تكن دينا حقيقيا هذا هو القرآن يتحدث عن هذه الحقيقة اليوم أكملت لكم دينكم الدين الناقص ما هو بدين والإسلام الناقص ما هو بإسلام الدين لا بد أن يكون كاملا والإسلام لا بد أن يكون كاملا حتى يقال له إسلام حتى يقال له دين أي شيء ناقص في هذه الحياة لا نستطيع أن نصفه بعنوانه بشكل حقيقي وكامل هذا الثوب الذي نلبسه القميص الذي نلبسه إذا لم تكن فيه أزرار ولم تكن هناك فتحات للأزرار فهل يقال له ثوب يقال له قميص إذا ما قيل له ذلك مجازا مسامحة تساهلا وكل شيء هكذا إذا كان هناك من بيت يبنى ومن دون أبواب من دون شبابيك من دون سقوف حتى لو كان البناء عظيما فهل يقال لهذا البناء من أنه بيت فعلا هذا بيت ناقص البيت لا بد أن يسكن فيه ولا بد أن تكون السكن كاملة لا نقص فيها فهذا البيت لا تتوفر فيه هذه السكن فما هو ببيت نقول عنه بيت مسامحة تجوز تساهلا فالقرآن بشكل صريح يخبرنا من أن الإسلام كان ناقصا من أن الدين كان ناقصا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين بعد مرحلة التأويل ولذا قال رسول الله لأمير المؤمنين من أنك ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم أنا محمد على التنزيل فالنبي فالنبي قاتلهم على التنزيل أراد أن يخرجهم من ظلام الجاهلية الذي أطبق على عقولهم وعلى قلوبهم وعلى كل جزء من أجزاء حياتهم فكانت تلك مرحلة بمثابة مقدمة لمرحلة التأويل إذ جاء التأويل فنسخ مرحلة التنزيل ومر الكلام في هذه المطالب في الحلقات المتقدمة عودوا إلى القرآن وتدبروا في هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم ما كان الدين كاملا فما هو بدين ما كان الإسلام كاملا فما هو بإسلام مجازا يقال له إسلام مجازا يقال له دين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فنية العبادة التي عليها فقه سقيفة بن ساعد من بقايا مرحلة التنزيل ولذا قلت لكم في الحلقة الماضية من أن مراجع النجف تاه وداخ في معنى القربة أصلي صلاة الصبح قربة إلى الله تعالى لم يتفق على تشخيص هذه القربة وهم في حيرة من تشخيص معناها ما المراد من القربة الحال هو عند أصحاب السقيفة تصلي صلاة الصبح قربة إلى الله من مراد من ذلك كيف تتقرب إلى الله بأي وسيلة من مراد من التقرب هذا كيف تكون قريبا من الله بصلاتك هذه بصلاتك هذه لا تستطيع أن تكون قريبا من الله فإن المسلمين بوجود رسول الله في مرحلة التنزيل ما كان إسلامهم إسلاما ولا كان دينهم دينا وهذا هو صريح القرآن لا يعني أنهم كانوا على الباطل وإنما كانوا في مرحلة تمهيدية لمرحلة الدين الحقيقي من هنا جاء في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل وإن لم تبلغ ما يرتبط ببيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فليس هناك من دين ليس هناك من رسالة والخطاب لرسول الله ليس للأمة إنما وجها لرسول الله لفظا المضمون للأمة النبي صلى الله عليه وآله أجل وأقدس وأنزه من أن يخاطب بهذا الخطاب لكن القرآن نزل بهذا اللسان باللسان إياك أعني واسمعي يا جار مضمون الخطاب للأمة لي ولكم للأجيال الماضية للحاضرين وللقادمين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فليس هناك من رسالة وليس هناك من دين وليس هناك من قرآن وليس هناك من توحيد وليس هناك من نبوة مرحلة التنزيل لم تكن دينا أصلا كانت مقدمة وها هو القرآن يتحدث عن هذه الحقيقة وبشكل واضح فإطلاق الدين عليها كان مرحليا كان مجازيا كانت تسامحا إذا لم يكن كذلك لماذا يقول القرآن اليوم اليوم بعد بيعة الغدير أكملت لكم دينك لماذا بعد بيعة الغدير رضي الله الإسلام للمسلمين دينا لماذا لم يكن هذا الكلام قبل بيعة الغدير ما هي القضية واضحة من أن مرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل والحديث عن نية بهذا المضمون كانت في مرحلة التنزيل في مرحلة التأويل هناك النية التي هي المحرك للعمل هذا أمر طبيعي في كل عمل في عمل الحق وفي عمل الباطل في العبادة وغير العبادة في كل حركة وفي كل سكنة للإنسان هناك نية هناك باعث للعمل هذا الأمر لا يتحدث عنه في العبادة بحسب فقه العترة الطاهرة لا أتحدث عن فقه سقيفة بني ساعدة ولا أتحدث عن فقه سقيفة بني مرجعي بني نجا أتحدث عن فقه العترة الطاهرة النية أن يكون الإنسان على وعي بما يقوم به من عمل وهذا يحتاج إلى معرفة ولو بمستوى إجمالي ولو بمستوى موجز ومختصر عن حقيقة العبادة التي يقوم بها هذا الإنسان عن شيء من أسرارها عن شيء من غاياتها هذا هو الجزء الأول من النية التي لا تتحقق العبادة إلا بها الوعي بالعمل نفسه من هنا جاء التركيز على التفكر في العبادة بل إن العبادة من دون تفكر ما هي بعبادة لا خير فيها كيف يتحقق التفكر من دون مفردات في فكر الإنسان ترتبط بحقيقة العبادة و أسرارها و أهدافها و غاياتها و مختلف شؤونها قطعا كل شخص بحسبه فليس الجميع يفكرون بمستوى واحد لكن يطالب من الجميع أن يتفكروا في عباداتهم و كل شخص بحسبه و إلا فليس هناك من عبادة هذه مهزلة العبادة بحسب سقيفة بني ساعدة و بحسب سقيفة بني مرجعية هي عبادة في مرحلة التنزيل و عبادة مرحلة التنزيل عبادة باطلة في مرحلة التأويل هذه هي الحقيقة التي لا بد أن تعرفوها إنني أخاطبكم أنتم أنتم الذين تريدون أن تكونوا شيعة للحجة بن الحسن أنا لا أبالي بشعة المراجع شيعة المراجع يأخذون دينهم من مراجعهم و هنيئا لهم بمراجعهم و هنيئا للمراجع بشيعتهم أنا أتحدث مع الذين يريدون أن يكونوا شيعة لمحمد و آل محمد فعليهم أن يأخذوا دينهم و أن يأخذوا فقههم من محمد و آل محمد لا أن يأخذوا من مراجع النجف الضلال الذين هم في أبعد مكان عن منهج محمد و آل محمد مثل ما خاطبهم صاحب الأمر في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد تذكروا هذه الكلمة دائما مذجنح كثير منكم و الخطاب من صاحب الأمر إلى مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم مالوا و ذروا الذين يلحدون في أسمائه هؤلاء هم الملحدون الجانحون الذين جنحوا عن المسار الصحيح لشيعة محمد و آل محمد مذجنح كثير منكم إلى أين إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة السلف الصالح كانوا يتمسكون بقرآن محمد و آل محمد وفقا لتفسيرهم لا يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري و لا يفسرون القرآن من عند أنفسهم أن يفسروا القرآن بالقرآن كما يفعل مفسروا الشيعة يأخذون التفسير من أئمتهم و يأخذون أحكامهم و فقههم و يأخذون عقائدهم بكل تفاصيلها من أئمتهم و هذا هو الذي أحاول أن أفعله في هذا البرنامج و في كل برامج أن نأخذ التفسير منهم أن نأخذ الدين و العقائد و الفقه و الفهم منهم صلوات الله عليه بالضبط إنها طريقة مناقضة لمنهج حوزة النجف بدرجة مئة بالمئة و لا مجاملة في البي هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع الكتاب الذي بين يدي تحف العقول لابن شعبة رحمة الله عليه و هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة ثلاثمية و خمسة و عشرين إنها كلمات إمامنا الرضا صلوات الله عليه ماذا يقول إمامنا الضامن صلوات الله عليه ليس العبادة كثرة الصيام و الصلاة إذن ما هي العبادة يبن رسول الله لأن كثرة الصيام و الصلاة من دون مضمون العبادة من دون شرائطها لا معنى لها فنحن لا نتحدث عن الكمية الحديث عن النوعية ليس العبادة كثرة الصيام و الصلاة و إنما العبادة و إنما هنا حصر العبادة محصورة في هذه الجهة أين و إنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله هذه هي العبادة حصرا ليس العبادة كثرة الصيام و الصلاة هذا نفي للعبادة من دون مضمونها و هذا بالضبط هو نفي للعبادة بحسب سقيفة بني ساعدة و بحسب سقيفة بني مرجعية ليس العبادة كثرة الصيام و الصلاة أن تصلي بهذه النية المطلقة التي لا تحديد لها و لا جهة لها هذه صلاة لا مضمون لها ما معنى أن تصلي قربة إلى الله كيف تكون قريبا من الله و أنت تعتقد في الوقت نفسه من أن العبادة لا تقبل إلا بولاية علي أحدثك أنت أيها الشيعي فما علاقة هذه العبادة بولاية علي ولاية علي هي باتجاه علي فكيف تكون العبادة باتجاه الله أنت تصلي كما تقول تصلي باتجاه الله كيف تكون العبادة التي هي باتجاه الله متوقفة في قبولها و في صحتها على ولاية باتجاه علي ماذا الهراء صحيح أن الولاية باتجاه علي هي باتجاه الله أيضا لكن هي الأعظم فكيف تكون العبادة الأعظم باتجاه علي ومنه إلى الله وتكون العبادة الأصغر وهي الصلاة والصيام باتجاه الله مباشرة ويتوقف قبولها على ولاية علي أي هراء هذا أي منطق هذا أين النظام والتنظيم وأين التنسيق وأين الاتساق في دين الله الدين الذي لا بد أن يكون محكما على أكمل وجه على أتم نظام مثلما الكون على أتم نظام الدين على أتم نظام أيضا ما هذه الفوضى في الدين هذه فوضى بدو السقيفة الذين ركض وراءهم أعراب النجف هؤلاء المراجع بحسب ثقافة العترة إنهم أعراب يعني نواصب هم أتباع المنهج الأعرابي إنه منهج السقيفة الإمام الرضا هكذا يقول ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة لا معنى لهذه العبادة وإنما حصرا العبادة كثرة التفكر في أمر الله هنا احتمال إما أن الإمام يتحدث عن العبادة بشكل عام فإن جوهرها التفكر في أمر الله وإما حقيقة العبادة أين في مضمونها ما هو مضمونها التفكر في أمر الله كيف نتفكر في أمر الله كيف نتفكر في العبادة ونحن لا نمتلك مفردات عن حقيقتها عن أسرارها عن غاياتها هذه المفردات نأتي بها من أحاديثهم لقد حدثونا عن حقائق العبادة وعن أسرارها وعن تفاصيلها وعن أهدافها وعن غاياتها وعن مختلف شؤونها حدثونا نحن لا نلوم سقيفة بني ساعدة ولا شأن لنا بهم نلوم سقيفة بني مرجعية الذين لا علموا أنفسهم ولا علموا شيعة دين محمد وآل محمد وإنما صنعوا لنا دينا هو قمامة في الحقيقة ما هو بدين هو فوضى وقمامة ومزبلة لا قيمة لها كلمة إمامنا الرضا واضحة ليس العبادة كثرة الصيام وصلاة وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله العبادة حصرا هي هذه من هنا قلت لكم من أن العبادة نية وتوجه وطقوس وأحكامها أحكام الطقوس النية لا بد أن تكون في جو من معرفة ولو بنحو إجمالي من معرفة بحقيقة العبادة بجوهر هذه العبادة ليس العبادة كثرة الصيام وصلاة وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله هذا ما جاء في كلام إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهذا الجزء الأول من الكاف الشريف من طبعة دار الأسوة طهران إيران إنها الطبعة السادسة في الصفحة الرابعة والخمسين من الباب الذي عنوانه باب صفة العلماء الحديث الثالث بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قال أمير المؤمنين هذا كلام سيد الأوصية صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الشريف وهو الحديث الثالث الإمام هكذا يقول ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر إذا كان إمامنا الرضا تحدث عن الكمية والنوعية وبين من أنه ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر لا هذا حديث إمامنا الرضا أمير المؤمنين ينفي الخيرية مطلقا ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر والصلاة عبادة وقراءة فلا بد أن يكون فيها تدبر وتفكر ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فإذا قرأ المصلي فاتحة الكتاب التي تتوقف الصلاة عليها قرأها من دون تدبر هذه القراءة لا خير فيها الصلاة لا خير فيها ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر التدبر في قراءة الصلاة لا بد أن يكون مبنيا على مفردات من تفسير قرآنهم لا من تفسير سقيفة بني ساعدة ولا من تفسير سقيفة بني نجف وكذلك التفكر لا بد أن يكون مبنيا على مفردات من ثقافة العترة الطاهرة ترتبط بشأن العبادة تلك هل هي الصلاة هل هو الصوم إلى سائر أنواع العبادات الأخرى فعبادة الصوم لا تكون عبادة من دون تفكر فيها وعبادة الصلاة كذلك ما هو الكلام واضح ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر العبادة التي لا خير فيها ماذا تعني يعني أن هذه العبادة لن تبرئ ذمة الذي قد جاء بها أن هذه العبادة ليست مقبولة هذه عبادة باطلة هذا المراد ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر هذه العبادة لا يثاب عليها الإنسان ما نحن عندنا في الروايات من أن المصلي يصلي وبعد ما يصلي يجمعها الملك المسؤول عن صلاته ويصفع بها وجهه والصلاة تدعو عليه تقول له ضيعتني ضيعك الله هذه هي الصلاة التي لا خير فيها وهذا هو الصوب الذي لا خير فيه فالعبادة بحاجة إلى تفكر والتفكر بحاجة إلى معرفة مفردات عن حقيقة تلك العبادة عن مضمونها عن أسرارها عن غاياتها عن الحكمة والعلة من تشريعها هذا المضمون بشكل طبيعي إذا كنا عارفين به سيكون داخلا رغما عننا في النية فعينما نعرف من أن الصلاة شرعت لهذا الأمر ومن أن الحكمة من الصلاة هي هذه رغما عننا سيدخل هذا المعنى في هدفنا من إقامة هذه الصلاة هذه قضية طبيعية نحن نتحدث عن مضمون نأخذه من أئمتنا ونصدق به شيء طبيعي حينما نتحرك باتجاه هذه العبادة أو تلك فإن المضمون الذي تعلمناه من أئمتنا سيكون حاضرا في أذاننا هذا هو الجزء الأول من النية الوعي بالعمل أما أن تكون العبادة هكذا بشكل مفتوح قربة إلى الله من دون تشخيص من دون تحديد هذا هراء أنتم لا تقبلون على أطفالكم أن يخرج من غرفة إلى غرفة أخرى في الليل حينما يكونون نائمين ويستيقظون لا تقبلون إلا أن يكون عندهم هدث إما أن يذهبوا لقضاء حاجتهم مثلا أو أن يذهبوا كي يأكلوا شيئا كي يشربوا شيئا كل نقوم به في حياتنا الدنيوية إن لم يكن من دون تخطيط ومن دون معرفة سنلوم أنفسنا عليه وسيلومنا الآخر ونحن كذلك سنلوم الآخرين إذا ما قاموا بشيء من دون تخطيط من دون معرفة من دون هدف حتى في الأمور البسيطة لماذا في العبادة لا يكون هذا المعنى لماذا لماذا كل شيء يكون صحيحا ومرتبا في الحياة الدنيوية لكن حينما ينتقل الأمر إلى الدين يكون فوضى ويكون اضطرابا كل ذلك بسبب سقيفة بني ساعدة وفي الحقيقة سقيفة بني ساعدة ما هي التي أذنبت بحقنا نحن الذين أذنبوا بحقنا هم مراجع النجف هؤلاء الغبران الثولان هؤلاء الشياطين سود الله وجههم هم الذين ندمروا ديننا هذا كلام إمامكم أمير المؤمنين ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر كيف يكون التفكر في العبادة استنادا إلى ما يقوله الصوفيون مثلا أو ما يقوله عرفاء الشيعة اعتمادا على منهج بن عربي لابد أن يكون التفكر اعتمادا على ما ورد في أحاديثهم في تثقيفهم لنا في تعليمهم لنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ترجمة نانسي قنقر